كذا مرة الحقيقة اقرى كومنس بتاع تخش وشوف فيديوهات مصطفى جابر شوف مصطفى جابر بيقول ايه؟ شوف مصطفى جابر بيقول ايه على اهلي مصطفى جابر انا عارفه ومش عارفه عن مصطفى الشخصي لكن انا عارفه لان انا من حوالي 6-7 شهور كده عملت عليه فيديو او فيديوهين مش فاكر يعني المهم ان انا من ساعتها قررت ان انا معملش فيديوهات تاني على مصطفى جابر بس أعمل لكم فيديو تاني عشان باختصار سريع أشرح لكم أنا ليه بطلت أعمل فيديوهات على مصطفى جابر خلينا أوريكم فيديو لمصطفى جابر لما فتحت البيجي بتاعته لأيت إيه ونرجع تاني أصلهم من نوعية لما المستشار يعمل حاجة حلوة لما يطلعوش قدوله شكرا لكن بيبقوا فرحانين في السر كده كويس ان هو لا لازم اديله حقه زي ما انت بتهجمه في السلبي لازم ادعمه في الإيجاب كتب لي بقى يا مرتضى العين أظن كده انتوا فهمتوا أنا عايز أقول إيه والمستشار مرتضى منصور بيرتب لإيه وديه المفاجأة اللي جاي انت عندك مطش مع النادي الأهل أعمال يتأجل 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 والمفروض ان كهرباء هيشارك المفروض ان كهرباء هيشارك الموقوف اتنشر مباراة مباراة يلعبه يتخصم منه وكذا الأسد الأسد نادي الزمالي كان مستشار مرتضى منصور يعلنها رسميا لن أخوض مباراة الزمالك والأهل إلا بعد إيقاف كهرباء رسميا إيه 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 إنت قلت يادرش استنى أنا عايز كل جماهير الزمالك تعمل شير تعمل شير عشان صوتنا يوصل للإدارة برضو ان احنا في ظهره طيب مصطفى بعيدا عن أنت رغاي بكل صراحة ممكن اختصار الفيديو ده تقولي يا جماعة أنا نفس أشتغل في قناة نادي الزمالك يعني جاوا بقى يا جماعة عملوا لايك وعملوا شير وشكرا للدعم بتاعك وعايزين الفيديو ده يوصل للناس كلها يوصل للإدارة عشان الإدارة تعرف إن إحنا في ظهروم ومش عارف ايه بزمتك هدفك من إن الفيديو يوصل للإدارة إن الإدارة تعرف إن إنت في ظهروم عادي قدرش قول أنا نفس أشتغل في قناة نادي الزمالك مش عيب يعني وعادي يعني أنا نفس أشتغل في قناة النادي الأهلي مش عيب على فكرة إن أنا أقول يعني دي حاجة أنا بحبها أنا بحب الاهلي فاحب ان انا يكون شغلي عبارة ان انا بتكلم عن النادي الاهلي. اكيد هتبقى حاجة حلوة. فمش عيب. بس اجابوا بقى اصلا احنا عايزين اه يعني انا عمل فيديوهات وقولك مسلا يبعاتوا الفيديوهات دي لادارة عشان يعافوا ان الجمهور في دارهم وبتاع قديم اوي الشغل ده. قديم اوي اوي يعني يعني عيب بقى اكبرنا على الحاجات دي. المهم انا بالنسبة لي مصطفى مصنف من وجهة نظري في قسم الطوارق. الناس اللي ممكن ما بتتفرجش على فيديوهات كتير لها قسم الطوارق ده يا جماعة مش بتاع المستشفى. يعني بعد اشرع الناس كلها. مش قسم الطوارق اللي هو اخر والي هي اللي عليها همزة ده قسم الطوارق اللي هو جامعة طارق عشان الكابتن طارق ايحيا تيمنا بالكابتن طارق ايحيا. لان الكابتن طارق ايحيا هو رئيس قسم الطوارق. قسم الطوارق ده بيبقى فيه مين? كابتن طارق ايحيا. يعني الطبيعي إن كل اللي هينضم للقسم هيبقى شبيه للكابتن طريق إيحيا سواء بقى نفس الطريقة نفس التفكير نفس الآن كان ودي فئة كبيرة في جمهور والنادي الزماليك ما شاء الله عليهم يعني فبداية بالكابتن طريق إيحيا مرورا بالنرويجي بتاع هوبا بقى أميري رجع مؤمن سليمان ونحن نكسب كسر عالم بالمانشستر سيتي والحاجات الفيديو مش عارف انت شوفت الفيديو ده ولا لأ في الغالب ما كانش موجود عالتيك توك عشان لو بتشوفوا الفيديو ده عالتيك توك هتلاقوه على اليوتيوب المهم يعني قسم التوارئ في كابتن طريق إيحيا في النرويجي وبينضم له الأستاذ مصطفى جابر لأن مصطفى جابر عامل الفيديو ده كله وعشر دقايق رغي ملوش أي معنى عشان في الآخر يقول لك رسميا المستشار مقتضى ممصور أعلن إن احنا مش هنلعب مقش الأهلي لو كهرباء لسه ما توقفش وهنا نروح للنقطة الأهم في الفيديو الأهم من مصطفى جابر بالنسبة لي بكل صراحة بعيدا عن مصطفى جابر ربنا يشفيه ويطلع من قسم التوارق بعافية إن شاء الله المهم يعني بعيدا عن الموضوع ده الله وأعلم الخبر اللي هو قاله ده رسمي ولا مش رسمي لأننا لسه بصراحة ما شفتوش في أي حتة ومعرفش الموضوع ده حقيقي ولا مش حقيقي ورغم إن أنا أتوقع أن يكون حقيقي حتى لو متقلش دلوقتي وارد جدا لو جينا مطش الأهلي والزمالك وكهرباء لسه ما توقفش ولا أنتوا خايفين من الأهلي لأن زي ما قلت لكم قبل كده في فيديو لو هدفوا أن أنت بتعترض على اتحاد الكورة بتعترض على لجنة الانضباط بتعترض على ربطة الاندية بتعترض على أي حد من الناس اللي لها علاقة بالكورة في مصر فأنت مش هتنسحب بموتش الأهلي بس لأن انت انسحبت بموتش الأهلي ساعتها وراح تلعيبت بروكسي كان المفروض إن هو يطلعك من الكاس لكن الحاكم لحقك يعني مش هنخش في التفاصيل دي بس لو أنت عندك اعتراض على اتحاد الكورة فاعتراضك مش على الأهلي اعتراضك مش على النادي الأهلي الواحد واعتراضك أن أنت مفروض هتنسحب من الكاس هتنسحب من الدوري اللي أنت بتحاول تلحق في المركز الرابع بالعافية يعني آيان كان هتنسحب من كل البطولات اللي بتندرج تحت اتحاد الكورة المصري ولا أنت عندك أزمة مع كهرباء فأنت بتحاول تصدر الموضوع للرأي العام وبتحاول تعمل بلبلة ومشاكل وقصة عشان في الآخر توصل لهدفك أنك كهرباء يتوقف دي النقطة الأولى النقطة التانية لو اللي كهرباء قالوا اللي هو قف قحة كهرباء حطه صح يستاهل مليون جنيه واثنشر مطش أنا ما شفتش حد مقدم دونجا للاجنة الانضباط دونجا اللي عمل فعل فاضح في زيزو يعني الفعل الفاضح كان في زيزو يعني ما مش هعرف أحسن الجملة أو مش هعرف أقولها بطريقة كويسة بس فعل فاضح في أرضية الملعب أمام الكاميرات وأمام أعين الملايين فعل فاضح رسمي مالوش علاقة أنه هو بمعنين ما شفتش حد بيقول إن دونجا هيتقدم للاجنة الانضباط مش عارف زيزو هل يبقى داخل في الموضوع ولا هو يعني الراجل مالوش دعوة هو عرائي أستاذ عبد الشافي صادق أو الكابتن خالد الغندور هو الراجل كان بيعبث بس هو مالوش دعوة بالموضوع ده اللي اتعبث فيه يعني هو مالوش دعوة بزيزو فهل دونجا سيبنا من زيزو هيتقدم للاجنة الانضباط برضو ولا أنتم عملتوا نفسكم مش واغدين بالكم في القصة دي إحنا مع بعض عاديا ما نشوف العدالة والميزان الواحد والمعاملة الواحدة للأندية كلها هتوصلنا لحد فين مع بعض